مرحبا برج الثور هذي قراءتكم العاطفية لمنتصف شهر يونيو الى اخر ان شاء الله القراءة تصلح حق الطالع والشمسي والقمري هاليوم بسوي القراءة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الاخر ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر ممكن ايضا انت ناصبك الجانب الاخر واخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك راح نشوف اول شي جانبك انت يا برج الثور ورابع كرت الكرت الاولي راح يكون الطاقة العامة او الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الاسبوعين القادمين من هاي الشهر نشوف الشريك الطاقة العامة والطاقات المجفرعة عندنا برج الثور اول كرت عندك الامبراطورة مقبل على فترة نعم مادية اكثر من العادة وفترة راحة فترة رخاء وكأنما قاعدت باها بالرخاء امام الشريك وامام اللي حولك اوكي برج الثور اشوفك هنا عندك طاقة الامبراطورة وهي طاقة برج الميزان الشريك او الحبيب عنده طاقة ايضا برج هوائي وهو الجوزاء هنا تشوف ما بين الكرتين اشوف ان طاقتك جدا راح تكون من سجمة مع الشريك الفترة القادمة او خلال الاسبوعين القادمين انت راح تمتلك اذا كنت بانتظار اموال او بانتظار مثلا ورث او دفعة مالية راح انت تملكها اكثر من الشريك في الفترة القادمة او على الاقل راح تملك او يعطيك الشريك لانه يحبك لانه عندنا كرت العاشقين هنا راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك راح يقولك انا اثق فيك تحكم انت بامور المنزل او يعطيك الاموال مثل الامانة عندك انت هنا تشعر بالازدهار بالبهاء كأنما قاعدت باهي اهل الشريك المجتمع محيطك الخاص ان شوفوا فلان او شوفوا حتى فلانه اشلون واثقة فيني درجة الثقة العمياء هنا بما ان العاشقين ممسكين بعض وهم ومضين عينهم بما معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية وايضا من ناحية ان الشريك او هو اللي راح يضخ امواله فيك خصوصا اذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة او زواج راح يعطيك انت في يدك المبلغ الكبير المبلغ الكامل ويقولك انت تصرر اذا داخلين بشروع شراكة مع بعض او بناء راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين الى البيت وخلي الاموال عندك استودعها عندك انت راح تحكم او تحسين تصرف فيها راح تكون خير مؤتمن ولكن في نفس الوقت عندك طاقة اتباهي خلي شوف واقي الكرتات اهني اول كرت ملك النار او ملك الاخصان يقابله الخماسيين شركك في الفترة القادمة يقولك يا برج الثور انت في الماضي احتمال اني ما وثقت فيك او ماك انا كنت عند حسن ظنك انا يا برج الثور كنت اتصرف بطريقة عشوائية بطريقة سابجة غير ناضجة طاقة المراهقين عندنا هنا انزيل ما كنت اتصرف او احسن التصرف ولكني اثق الحين ان انت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا اذا كنت مقبلين مثلا على انتقال او زواج راح ينظر لك الشريك انت عشان تتحدد اي كثر اموال راح تصرف في هاي الجانب اي كثر اموال راح تصرف في هذاك الجانب وحتى مثلا لو مقبلين على زواج من اللي راح تدعو عصد تحكم في يدك انت كأنما يقول لك انت اتفصل وأنا ألبس انت تخيط وأنا ألبس واثق في حكمك عندك طاقة ملك طاقة النضوج طاقة اثبت نفسك مو فقط للشريك يا برج الثور انت اثبت نفسك على المدى الطويل لان هذه هي طبيعتك الترابية ولكن كأنما هني اثبات النفس راح ينتقل الى من طبيعة ترابية الى طبيعة نارية النار هي طاقة الافعال طاقة الاوامر المباشرة طاقة اني انا انظر الى مصلحتي او مصلحة علاقتنا قبل اي شي ثاني والشريك ايضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة لان انت هني اشوفك اللي تتحكم على اي رجل او على اي خماسي يضع رجلة التحكم راح يكون عندك انت مثل العصى اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة انزين وان كانت عنده اذا كان ينطبق عليك هذا الشي وشريكك في السابق كان عنده خيارات اخرى فتأكد انه في الفترة القادمة راح انت تكون الخيار الاول بالنسبة له راح يتخلص من هاي الطاقة قاعدة اشوفها تروح هذه الطاقة لانه يشوفك انت بعين الشريك المثالي الشخص الموثوق مستودع اسراره الكرت اللي بعدها عندك اربعة السيوف اوكي اربعة السيوف لحد الان عندك مخاوف عندك نوع من المخاوف لان السلطة او القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة تعرف لما يقولك احنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح نخاف انه نستيقظ يوم من الايام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة ترى تدي تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق طاقة الامبراطورة الرخاء المطلق الاموال مع الزرع مع الازدهار مع الابناء كل شيء خصوصا اذا كنت تحاول ايضا انتو الشريك في الانجاب راح يكون فيه راحة بعد التعب تقابل طاقة اربع السيوف العربة كأنما انت في البداية هني في البداية راح تكون سعيد انك تعطي الاوامر في طاقة ملك النار تقول للشريك سوى شدي لا تسوى شدي بنعزم فلان ما بنعزم علان راح نروح هذه الدولة او نسكن في هذا البيت انت تختار انت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها يعني صير لها مثلا كم يوم او اسبوع راح تبتدي شوي تدخل في طاقة التخوف طاقة اه 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 اريد ان ارجع الى طبيعة مرتاحة قبل هذا الوضع طبيعة مريحة طبيعة اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤولية لكن الشريك او هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة راح يكون فيه توفق جدا جميل بينكم لما انت تتعب وهو راح ياخذ عنك دفة القيادة عندنا كارت العربة كارت برج السرطان ايضا عندنا الابراج النارية ولكن راح اقرأ الابراج الرئيسية البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان كأنما الشريك لما انت تتعب شفت في نوع من السباق الجاري يكون فيه تتابع من شخص الى شخص كل فريق يقف عند منطقة معينة كل شخص في الفريق وكل شخص يحمل الراية او العلم الى فقط مسافة معينة بعدين يتعب هذا الشخص يكمل شخص من الفريق عندنا المشوى راح تكون شديد طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة خصوصا اذا كان فيها انتقال سواء انتقال الى مدينة انتقال في عمل انتقال من العزوبية الى الزواج انتقال الى مرحلة دراسية جديدة راح يكون الشريك جدا متوافق معاك وتعجبني طاقته لانه مو اثنيكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت لا في البداية راح يعطيك اندفة القيادة لما انت تحس الموقع صار وايد عليك او تعبت او هو اللى راح يمسك برجام الامور والتحكم ويخذ المسئولية عقبك جميل هذا احب طاقة سباق التذبع اللى بينكم نشوف اخر كرت خمس الخماسيات خمس الخماسيات خمس الخماسيات احبك بمساعدة احبك لمساعدة الاخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثلك نقطع ضعف شوية لان انت قاعد تصعد مع الشريك او تدخلون على مرحلة جديدة فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الامور في حياتك ايضا تساعد المحتاجين او تساعد احد من الاهل والاصدقاء اللى يطلبون مثلا وقتك اموالك يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا ملك الاكواب شركك سيكون متفهم ولكن شوف لما يكون عنده ملك الاكواب معناته صح انتلك الحكم في الامور المالية في الفترة المقبلة وشريكك سيساندك ويذق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار ولكن لما يأتي الموضوع الى نصيحته مو معناته ان انت 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 انتك تتحكم ان ما تسمعته لنصيحة الشريك عندنا طاقة الابرج المائية هنين قلت لك هنه سرطان ممكن يقدر نكون حوت او عقرب اذا شريكك نصحك ان مثلا هذا المبنى ما يصلح هذا الجامعة ما تصلح او خلنا مثلا نسوي العرص اصغر من شذي اكبر من شذي التفاصيل او مثلا لا تعطي اموالنا اللي احنا نحتاجها في الفترة المقبلة الى الاصدقاء او الاهل اللي يطلبون منك حافظ على الاموال احرص انك تسمع نصيحة لان ملك الاكواب دائما نواياه طيبة تقدر تثق فيه تعتمد عليه تعتمد عليه ما راح ينصحك من اجل انه ما هو يتحكم بذلك هذا ما ينظر شريكك في الفترة القادمة ما ينظر الى الرغبة في السلطة سعيد جدا وفخور فيك حتى ملك الاكواب دائما هو طاقة الاب الفخور واخور فيك ان انت في النهاية وصلت الى طاقة انا امسك بدفعة التحكم لكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الاخرين سواء بالاموال او بالوقت مثلا ربعك او اصدقائك يطلبون منك واكفة الاخرين يطلبون منك انك تعمل اكثر وقت او تعمل اوبر تايم مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص وان كانت دفة التحكم عندك ان تشاور شريكك تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تحتمد وتثق بنوايا خذ راية قبل ما تقبل على اي خطوة بتقول لي ليش بيقولك لان لا تنسى ان اهوى رح يكون الشخص اللي واقف معك يتحمل نتائج اراراتك رح يأخذ الدفة بعد ما انت تتعب ويكمل المشوار بما ان هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق رح اشوف كيف رح تطور الامور بينكم خلال هذا الشهر او الى اين ستصم اوكي هذي كرت بروديكتور نشوف كرت الثاني للشريك لقد اوكي وقدت لي هم اوكي جانب الثاني اوه لا تحس ان يناسبك اكثر فاخذ الجانب اللي تحس يناسبك مع الشريك هذا الجانب الشريك اوهذا ان شونهي كرت طاقته مائيا عشر الأكواب السعادة الكاملة الأسرة المستقرة تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الموقع وانت عندك بالضبط آه سوري معشرة الأكواب الكوبين طاقة السلمة طاقة الحب طاقة اللي ممكن أسوي أي شي عشان أنت ترضى عني وانت عندك عشر الخباصيات قلت لك الكثير من الأموال أو على الأقل لوموا الأموال نفسها وإنما القرارات بخصوص الأموال ممكن يكون الشغلتين حتى القرار أو حكمك الأخير الأموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من يمكن أنت هنا بعد عندك طاقة تريد أن تمنع أشخاص معينين من الحضور إلى زواجك من أن يعرفون عن أمرك مع الشريك ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الازدهار معاكم لأنه كأنما تراهم هنا كما الأعداء يمكن أنت بعد اللي تشوفهم كذي ما تثق فيهم ما تبي تدخلهم في حياتك شريك يقول لك خلال هذا الشهر رح نجتاز هذه المرحلة مع بعض أنت وأمر وخلني أنا أحبك أنا رح أعطيك طاقة الثقة طاقة اللي مستعد أكون معاك سواء وهذا طاقة جميلة شريكك مو رح يكون معاك أو يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة لا حتى لما تختار يا برج الثور حتى لما تختار تحط أموالكم أو تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت أو في الجهد أو حتى تحط ثقتك في ناس خطأ بعد سيوقف معاك بعد ما رح يتخلى عنك طاقة السول ميت أو توأم الروح وعشر الخماسيات طاقة الأسرة مجتمعين مثل ما تشوفوا هني الأسرة العائلة الأهل السعادة الكاملة عشر الخماسيات هي مرحلة نصف فيها مع بعض مو جهد فردي وأيضا لما نصل إلى هذا الكمان لأن أعلى رقم في التار هو عشرة نقدرنا تباهى قلت لك من البداية عندك طاقة التباهي الأمبراطورة طاقة أنا أملك كل شيء الزوج الأموال السعادة وإن كنت الحين تحس أنها مواملك كل شيء تأكد أن معنى هذه القراءة أن هذا الشخص رح تقدر معاه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات رح تقدر تحصل معاه لكن ما تتمنى أنت على الطريق الصحيح عزيزي برجتور أتمنى لكل التوفيق وشكرا